مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم هنتكلم شوية على مطش الأهلي واسموحة وقبل ما تكلم كرة وطريقة وتشكيل واتكلم في تفاصيل مطش بداية طبعا مطش الطلاع واسموحة تأجل وبالتالي هم ليهم أفضلية أنهم بقالهم أسبوع مرايحين أنت لعب مطشين ومطشين صعبين يعني آخر مطشين لعبهم من نادي الأهلي بذل فيهم أعتقد مجهود بدني كبير جدا ده يخش في تأديرك للمباراة عمل الصعوبة اللي هيواجهها النادي الأهلي ولا ما في بداية موسم ما تقدرش تقول لسه في الإجهاد أو معدلات الإجهاد البدني اللي ممكن تأثر على أداء الأهلي في المطش لا وهيدي جزء من الصعوب يعني جزء من الصعوبة وهي مطشط الأهلي واسموحة دائما بيبقى يعني مطشط رزلة دمها تقيل ولكن برضو سموحة مش هو سموحة بتاع السن الفاتح بمجموعة لعيبة مشيوا كتير كان فيه لعيبة إعراض وبتاع مشيوا فالفرقة سموحة مش زي السن الفاتح ولكن دايما فرقة سموحة بتعمل ماتشات جابوا لعيبة وردو يا كابتن خالد جابوا لعيبة ودايما بتعمل ماتشات كويسة قدام نادي الأهلي وأي فرقة بتلعب قدام الأهلي بيبقى عندها دافة عايزة تثبت نفسها واللعيبة تثبت نفسها ومدير الفني يثبت نفسه ويتعادل مع النادي الأهلي يعني تبقى حاجة كويسة جدا فبإذن الله برضو ده يعني كل ماتش بالنسبة لنا لازم من أوله نسبة تركيز تبقى عليها بحيث أن احنا بإذن الله نقدر والحالة الفردية الفردية للعيبة والحالة الجمعية كفريق ككل لازم تكون في أحسن حالاته عشان نقدر بإذن الله في ناس شافت بدايات موسماني السنة دي مع الأهلي بتلاتة أربعة ثلاتة بداية مرتبطة بمتشاط فيها مواجهات كبيرة يعني وأنه هيرجع لتلاتة أربعة اتنين تلاتة واحد تاني والراجل مكمل لغاية الوقتية هل تتوقع أنه المردود بما أنك أنت بتكسب وحق العلامة الكاملة أنه الراجل هيكمل أو هيعتمد الطريقة دي طريقة للسيزن كله ولا شايف أنه في بعض المواجهات ممكن يرجع فيها للطريقة القديمة ولا شايف أنه ممكن خلال ماتشاط معينة يقلب لأربعة اتنين تلاتة واحد لا أنا شايف هي الطريقة مريحة ومرحة لعبة النادي الأهلي وفي نفس الوقت عملنا بيها نتائج كويسة جدا وشكل كويس جدا يعني أنت دايما كل الماتشاط الخمس ماتشاط اللعبناهم إحنا مسيطرين على كل الماتشاط من أولها الأخيرة ده في فضل طبعا انتقاء الطريقة اللي تناسب إمكانيات لعبة النادي فأنا من وجهة نظري هو مش حيغير طول ما احنا بنكسب والعملية ماشية هو مش حيغير ولكن في بعض الماتشاط ممكن أنه هو من خلال الماتش يعني ممكن أنه هو يغير حسب النتائج وحسب المستوى الفرق اللي أنت بتلعبها وانت عايز إيه من الماتشاط اللي أنت حتلعبها للماتشاط الجامدة ولكن أنا شايف أنه هو حيستقر على الطريقة دي يمشي بيها شوية طول ما احنا بنكسب بيها طيب ماتش اللي جاه تلعبه وأكيد بدون علي معلول وبدون حسام حسن حسام صحيح ما كانش أساسي بس كان واحد من الأسماء اللي على الدكة اللي إلى نوع ما مطمناك ويغيب عنك كمان عمر السلية البداية للأنسف في الأماكن دي من وجهة نظر الكبت الخالي حمدي فاتح هيرجع حمدي فاتح هيرجع طبعا حمدي موجود مكان عمر السلية يعني ما يبقاش فيه تبير في الحتة دي علي معلول مش عارف طبعا محمود وحيد دي يمكن بعيد شوية بعيد قوي أنا مش عارف حالته الفنية ما قدرش أحكم عليه لأن أنا مش عارف هو وصل لغاية فين دلوقتي فممكن يكون أي من أشرف خيار من الخيارات أنه ممكن يلعب كريم فؤاد ممكن برضو حسب حالته الفنية إحنا بعاد طبعا أكتر الجازف لو التلاتة جهزين يعني التلاتة توب فورم كابتن خالد يفضل مين بمكان عالي معلول لو التلاتة لو التلاتة جهزين لا أي من أشرف أفضل أي من أشرف على أساس أنه هم بعاد عن الماتشات ما ياخدوش مرة واحد يعني هم لازم برضو يخشوا بالنسبة الكريم وبالنسبة محمود وحيد سنة سنة طبعا لأن البعد عن الماتشات بالذات للمدافعين لا بيبقى صعب لازم يخش سنة سنة ياخد إحساس الماتشات وإحساس المباراة لو لعبت بأي من أشرف في خط النص ده معناها هتلعب مين تلاتة عرق في بدر بنون بدر بنون وفي ياسر إبراهيم وياسر إبراهيم ومعهم وحمدي فتحي وحمدي فتحي ونص الملعب بالضبط أكرم يخش مع مع ديانج ويمين محمد يحدي ياخد فرصة يبتدي يرجع تاني بدل ما يبعد قوي يعني عشان يتحافظ عليه بشكل كويس لأن انت برضو لازم تحافظ عليه لأكرم ربنا يعني ربنا يبعد عنه الإصابات ويلعب على طوله لكن لأي ظروف إيقاف إصابة لازم يكون عندك حد يقدر تكون رجله في الملعب ويقدر أنه يقدر ترجمة نانسي قنقر